اشتركوا في القناة احليكم الله يخواني علينا نجد ومرة أخرى الحديث الآن يبدو أن البث قد تحسن إذن نحن اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 والساعة راهي الآن تقريباً 11 إلى 6 دقائق مساء طبعاً كنت بدأت اللايب قبل حوالي 24 دقيقة أو 23 دقيقة لكن كان هناك إشكال في الأنترنت يبدو أن هذا الإشكال قد حل الآن إذن مكان السينيال كان مشكل في الأنترنت يبدو أنه قد حل وإن شاء الله يمشي اللايب كما تعودنا في الحديث كنت بديت بالحديث هذا هو اللي رح يعتمد كلايف ممكن المقطع السابق سيتم إلغاؤه حتى ما يختلطش على الناس ونطلب من الآن المساعد أن يلغي المقاطع السابقة على كل المواقع على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك حتى لا يختلط على الناس وممكن يحتفظ بمقطع واحد لكن يلغي البقية حتى لا يختلط على الناس قلت إذن إن شاء الله رح نبدو بغزة ثم نمر على بعض القضايا الدولية اليوم رح نكون مختصر شوية لأننا نتأخرنا والجزء الثالث رح يكون عن الجزائر وكنت بديت فقط وأنا نتحدث لأن بعض إخواني قالوا لماذا غزة هي البداية قلت أولا لأن نحن نعرف أن الجزائرين يعني ما يصلهمش البث نتيجة لأسباب متعددة ما يصلش البث في الوقت المناسب فالناس تبدأ تتراكم وتتلاحق في إطار البث وبالتالي يكون مشاهدة الجزء اللي يخص بالجزائر يكون في أكبر عدد ممكن ولكن أيضا قضية الاهتمام بغزة لأنه مش فقط لأنهم إخواننا ولأن ما يضرهم يضرنا وما ينفعهم ينفعنا ولأنهم إخواننا بشر لأنه إخواننا مسلمين لأنه إخواننا عرب لأنه إخواننا مظلومين لأنه إخواننا مستضعفين مش فقط هذا ومش فقط لأنها القدس وبيت المقدس وما يعني الشام في الحقيقة بكل ما تعني كلمة الشام وخاصة فلسطين إنما أيضا وهذا سبب مركزي وهو أن ما يجري هناك يؤثر علينا ما يجري هناك يؤثر علينا الآن وسيؤثر علينا في المستقبل القريب والمستقبل البعيد ما يجري هناك سيكون له تدعية هائلة مش علينا فقط كجزائريين كل المنطقة العربية كل منطقة الشمال الإفريقية والشرق الأوسط كلها تأثيرات ما يجري هناك هائلة بل أن هذه التأثيرات في الحقيقة الآن وصلت إلى العالم هناك انقسامات في أوروبا انقسامات في أمريكا حول هذه القضية انقسامات في كثير من دول العالم انقسامات سياسية انقسامات مجتمعية انقسامات علامية انقسامات هائلة ما يحدث في غزة له تأثير عالمي له تأثير إقليمي ولو تأثير علينا داخل كل بلد من بلدنا من بلدانا داخل كل وطن من أوطاننا وهذا التأثير أيضا سببه أن الشعوب شعوب المنطقة كلها بمختلف مكوناتها شعوب المنطقة العربية كلها ترى أن الأنظمة هذه الأنظمة العربية متواطئة بشكل أو بآخر هناك من خرج لها علنا تواطأ وطبع وتعاون عسكريا مش حتى بارك في مجلة مع هذه العصابات الصهيونية وهناك من يفعل ذلك لكن بطريقة غير مباشرة وأنا ذكرت هنا في الرد قلت أن مثلا العصابات اللي في الجزائر كثيرين مخدوعين بعض مش كثيرين حتى نكونوا دقيقين بعض الجزائرين مخدوعين يقول لك آه نحن ما طبعناش لا ركن طبع لكن بطريقة فيها خبث كما تعود الجنيرالات في الجزائر أن يكونوا جنيرالات في الجزائر عندهم تخوف من الشعب في القضايا المركزية فبدل من أن الناس تهاجمهم على قضية مركزية مثلا الشعب المغربي منزعج جدا من قضية التطبيع في مجمله خاصة بعد 7 أكتوبر قبل 7 أكتوبر كانت الناس مرات تبحث على تبريرات هنا وهنا لكن بعد 7 أكتوبر أغلبية الشعب المغربي فيما عارف وإحنا شفنا المظاهرات أكبر بلد فيه مظاهرات في المنطقة العربي هو المغرب لكن الأمور هناك واضحة نظام الحكم قام باختيارات معينة والشعب يرفضها داخل الجزائر هناك تطبيع كيف يتم هذا التطبيع؟ يتم عن طريق السلطة الفلسطينية اللي تسمى السلطة الفلسطينية اللي ما هي إلا ميليشيات لأن أي واحد لما أي واحد يقول لك نظام الجزائري من الجزائريين سواء كان من المخدوعين قد يكون هناك ناس مخدوعين يعني هما ناس ملاح وطيبين ويحبوا البلاد ويحبوا الشعب ويحبوا فلسطين ويحبوا غزة لكن يظن نتيجة للبروباغندا التي لا تتوقف يظن بالنظام في الجزائر أو العصابات بعبارة أدق راه مهوش كما مثلاً الموقف نتعى النظام المغربي أو المصري أو الأردني أو الإماراتي أو السعودي ملاكي تحلك هذه القضايا إلا كنتوا في نقاش في الأسرة أو في المواقع قلهم لماذا لماذا هذا النظام لماذا هذه العصابات لماذا تبون ومن معه يدعمون ميليشيات عباس يقدر يقول لقائل آه لأنهم سلطة فلسطينية سلطة على من سلطة على من شكل يجابهم شكل يسمح لهم شكل يرحي الأموال تمر عن طريق ماذا عن طريق البنوك الإسرائيلية لما سموتريت يحب يضايقهم يوقف الجزء من المال الذي يرسل إليه لما بنقفير يحب يضايقهم يوقف لهم الـ VIP عندهم كارتن تنتعى الـ VIP الـ VIP اللي هما شخصيات فلسطينية المهمة يعني شخصيات العميلة لإسرائيل عندها بطاقات الـ VIP وصيارات الـ VIP فهي درهم قلق هناك خمسين إلى سبعين ألف ما بين شرطة ومخابرات عسكر مش عسكر شرطة ومخابرات وأمن هناك أجهزة أمنية بلا حدود في فلسطين ما هو دورها؟ هل لمواجهة صهاينة؟ أبدا لاعتقال الفلسطيني وتعذيب الفلسطيني وقهر الفلسطيني وأحيانا قتل الفلسطيني منذ سبع أكتوبر كانت هناك مظاهرة من حل آخر في الضفة الغربي تقريباً في كل مظاهرة شرطة عباس قتلت فلسطيني أو اثنين وجرحت عدد واعتقلت عدد إلى درجة أن أسابيع طويلة لا يوجد مظاهرات في الضفة الغربية يعني ترى مظاهرة في اليمن تراها في نيويورك تراها في لندن تراها في باريس تراها في كازابلونكا تراها في تونس تراها في ليبيا تراها في العراق لكن لا تراها في الضفة الغربية بالمناسبة لا تراها أيضاً في الجزائر لماذا لا تراها في الضفة الغربية؟ لأن الميليشيا الفلسطينية التي تروح لها أموالنا أموال جزائر هي في خدمة إسرائيل أرجعوا لتاريخ عباس ستجدوه عامل لإسرائيل هجوماته كلها على المقاومة ومن حول عباس هجوماتهم كلها على المقاومة وهم في خدمة إسرائيل بلينكين بايدن كبار شخصيات وكبار مسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يترجون المتطرفين الإسرائيليين قل لهم راهي السلطة الفلسطينية في خدمتكم السلطة الفلسطينية في خدمتكم ما تضرهمش لكن المتطرفين هذوك عندهم أبعاد دينية متطرفة يرون أن الضفة الغربية يسموها يهودة والسامرة ويعتبروها جزء من إسرائيل فبالرغم أنها في خدمتهم على عكس العقلاء فيهم اللي فاهمين بأنها عباس ومن معاه رأوا في ميليشيا لديهم لكن المتطرفين إيديولوجيا ودينيا لا يفهمون ذلك فدائما لما يجيك واحد ويقول لك آه لا منش مطبعين في الجزائر يقول له لا قل له أنت مكش مطبع وأنت لا تؤمن بالتطبيع لكن هذه العصابات تمنع تمنع منعت صدور قانون رفضت أن يكون هناك قانون يمنع التطبيع رفضت سؤال بسيط لماذا ترفضون أن يكون هناك قانون يجرم التطبيع بالمناسبة رفضوا أيضا يكون هناك قانون يجرم الاستعمار لماذا؟ ما أنتم مكش مطبعين لماذا ترفضون ذلك؟ آه لا لأن فيه تطبيع أحيانا سري عن طريق طرف ثالث أكثر من مصدر أكد لي أن أبناء عباس وما استخدموا واحد وما استخدموا ثاني أيضا أبناء عباس يذهبون إلى الجزائر يعطى لهم ما يعطى لهم ويذهبون برسائل إلى عباس ورسائل عباس ليأخذها للإسرائيليين باللي الجزائر مش ضدكم خاصة منذ أن حدث تطبيع مع النظام المغربي قلونهم خفوا التطبيع مع النظام المغربي إحنا ماناش ضدكم إحنا هذاك إنتاع إسرائيل ومع فلسطين ظالم ومظلومة هذاك الشعب نعم شعوب تحب تسمع الشعارات لكن شعوب تحب تسمع الشعارات الحقيقية اللي عندها مضمون لأن العصابة في الجزائر لا تستطيع أن تفسر وأنا من هنا تحداهم عندهم مواقعهم وقنواتهم وذبابهم وأذنابهم ليسموا صحفيين له أعطونا تبرير واحد مقبول عقلا لماذا تموّلون سلطة أصبحت ميليشيا تعذب الفلسطينيين تقتل الفلسطينيين تعتقل الفلسطينيين تسلم الفلسطينيين لإسرائيل لماذا تمنعون الفلسطينيين من التظاهر في الظفة الغربية لماذا؟ أسأل هذه الأسئلة لأذناب العصابات لماذا نموّل نحن هذه الميليشيا؟ في الحقيقة الأنظمة هذه أنا مرة أقول على استثناء واحدة والاثنين لأن بعضهم يقوم بأحيان ببعض الأدوار المقبولة أما هي كأنظمة ككل إجمالة في المنطقة العربية كلها على درجات متفاوتة صحيح لكنها كلها صناعة خارجية كلهم وكلاء للقوى الكبرى الخارجية وأحيانا حتى لبعض القوى الصغرى كلهم وكلاء كلهم لا يستطيع ولذا يعني أنت عندك الآن حوالي تسعة أشهر ما فيش قرعة ما دخلت الغزة بدون موافقة إسرائيلية بل على الأكس في شركات إماراتية وأردنية ومصرية وتونسية ومغربية تتعام مع الكائن الإسرائيلي الآن في وقت يمنع فيه بيع يمنع فيه الماء أحيانا على الأطفال ويموتوا الأطفال وتراهم يموتوا من الجن أما العصابة انتعنع وإن كان المعلومات اللي خرجت من إسرائيل في تجارة أم الخارجية أظهرت أن كانت هناك تجارة خارجية مع العصابة أيضا ما نشعارفين كيفاش تمت لأن العصابة ما تحبش تلعب بهذا الحواج لأن تعرف تخرج المعلومات لكن ممكن واحد من كبار الجنيرالات اللي عندون نفوذ كبير قالوا لأنا علاقات مع إسرائيل يقول لهم مدوا لكن العصابة في الجزائر الخطورة تحوين تكمن تكمن في أنها خدعت جزء من الناس بأنها مش مطبعة وهي مع فلسطين إلى آخر اليوم بلكن نشوفها من بعد تبوني يقول لهم لما زار ما يسمى بجناح الجيش في المعرض قلوا نديروا نديروا مستشفيات ميدانية في غزة لما يسمح لك الصهيوني أولا لأن الصهيوني لما يسمح لك وبعدا لما الصهيوني يسمح مش هين يحتاجوا لمستشفيات نتاعك نتاع لأن المستشفيات نتاعك نتاع لي تديرها الجزائريين قبل ثم في غزة راهم كان مئات الجزائريين والجزائريات إذا مش أكثر من المئات نقول المئات باش ما نشعارف ربما يكونوا ألاف لحاملين جوازات صفر سواء كانوا من أصل الجزائري تماما أو كانوا ممن تجنسوا وكان كثير من الجزائريات لتزوجوا فلسطينيين أو فلسطينيات لتزوجوا جزائريين ورام عايشينهم أولادهم في غزة وفي الضفة الغربية خرجوا الجزائريين هؤلاء والجزائريات خرجوا عشرات المرات أنا كنت أظهرت مجموعة منهم عدة مرات هنا يطالبون تبون بأن يخرجهم من غزة لما كان معبر رفح مازل مفتوح لم يخرجوا إلا حوالي عشرين طفل أو خمسة وعشرين طفل ما كانوا حتى جزائريين كلهم كانوا فيهم ثلاثة أو أربعة جزائريين والباقية كانوا فلسطينيين ما عليش إحنا معناش فرق إحنا عادي تعالى الجنسية ما مش شرط تفرق بين الناس لفرق بين الناس أشياء أخرى لكن المئات الآخرين وربما الآلاف ما فيش كثيرين منهم ماتوا قتلوا شوعداء إن شاء الله أو شو رحوا وبعضهم زارة يأمل أن تبوني خرجوا من غزة ما فيش لماذا يحتموش قضية فلسطين إحنا عارفين أن سياسة الخارجية في الجزائر بنيت على كذبتين كبيرتين كذبة صحراء الغربية وكذبة محاربة الإرهاب ومن حين لآخر تدخل واحدة الكذبة صغيرة أقل لهي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة والشعب الفلسطيني وإحنا ما نطبعوش وإحنا لكنها كذبة هاني من للمرة الألف رأى عندي سنوات وأنا نقول في هذا الكلام للمرة الألف آت حداهم أن يصدروا قانون يجرم التطبيع وبالمناسبة يجرم أيضا الاستعمار الفرنسي حد الآن ما فيش قانون يجرم الاستعمار الفرنسي كيف تحترمك فرنسا إذا انت بعد أكثر من ستين سنة من الاستقلال أو ما يسمى بالاستقلال لحد الآن ترفض أن يكون لديك قانون يجرم الاستعمار نعاود للتطبيع لماذا لا يصدرون قانون يجرم التطبيع هذا سؤال يجب أن يجيبوا عليه خلونا نعاود ندخلوا للمضمون بتاع غزة والحقيقة أن هناك قضايا كثيرة جدا الأمور تتسارع بشكل كبير جدا خلونا نبدأ ببعض النقاط ونحاول نكون مختصر باش نقدر نمر لكل النقاط غالانت اللي بقى عدة أيام في أمريكا ومزارها موجود في أمريكا غالانت وزير الدفاع يحاول أن يخفف من الخصومات ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو اللي هو جزء منها وإن كان عنده أيضا خصومة مع نتنياهو غالانت هو وزير الدفاع وهو من نفس حزب نتنياهو حزب اليوكون قال بأن ورانا حلينا أغلب المشاكل اللي كانت في قضية إرسال أسلحة وأن الخلافات يجب أن تحل في الغرف المغلقة مع الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة هي أكبر داعم لنا غالانت تطلقهم جميعا تطلق وزير الخارجية وزير الدفاع تطلق بايدن تطلق سليفان تطلق كل الكبار في الإدارة الأمريكية وحسب تسريبات غربية أمريكية وإسرائيلية قالوا لماذا لماذا نتنياهو يهاجمنا وأنت تعرف أننا ليس فقط أرسلنا سلاح بل قمنا بجسور جسور جوية وبحرية من أجل الإرسال أرسلنا البوارج أرسلنا حاملة الطائرات أرسلنا الغواصة النووية نحن الذي دفعنا عنكم عندما هاجمكم الإيرانيون طبعا نت قال أنت في الغالب يتفق معهم وأكيد حسب بعض التسريبات قالوا أن غالانت قال لهم أنتم تعرفون موقفي وتعرفون أن نتنياهو يزايد في هذه النقاط وهذا لحسابات لعلاقات مع اليمين المتطرف بغض النظر الولايات المتحدة في وغالانت موجود هناك أيضا أصدروا فيما يتعلق بتصاعد الخلاف مع لبنان أصدروا موقفين تقريبا متناقضين من جهة كثير من مسؤولهم قالوا بأنهم ضد التصعيد وأنه ليس في مصلحة لا إسرائيل ولا حزب الله ولا لبنان أن تكون هناك حرب وأن أي حرب بين إسرائيل وحزب الله قد تجر المنطقة إلى الجحيم وقد تجر إيران وقد تجر أمريكا وتجر دول أخرى وبالتالي قالوا هذا الكلام وكرواه عدة مرات لكنهم في نفس الوقت قالوا بلك حزب الله يعتقد بأنه إذا بدأ حربا أو كانت هناك حرب بين وبين إسرائيل أننا سنكون محايدين أو لا نقف مع إسرائيل قالوا سنقف مع إسرائيل إلى آخر نفس سنقف مع إسرائيل طول الوقت سندعمهم بلا حدود مما جعل أي واحد عقل يتسأل هذا التشجيع لنتنياهو على أن يقوم بحرب هي في الأصل إذا وقعت ضد المصالح الأمريكية حرب في لبنان لأن ماذا سيحدث يقوم نتنياهو بتدمير لبنان وقد هدده هو وقالانتس وقائد الجيش وقالانتس من قبل قالوا أنهم سيجعلون لبنان يجعله غزة أخرى حزب الله لديه إمكانيات أن يرد وكل التقديرات تقول أن حزب الله سيقوم بتدمير على الأقل سيحدث قتلى بالآلاف سيقوم بتدمير الطاقة الكهربائية مواقع الكهرباء مواقع الأنترنت مراكز حساسة جدا وزارة الدفاع ثكنات ربما حتى تدمير تل أبيب وما حولها حيفا وما حولها وهددهم حزب الله وكان أخرج كما تعرفون الفيديو اللي اشتهر باسم الهدهد قبل أيام إذن وفي الولايات المتحدة إذا خرج الولايات المتحدة على بواب حراء على بواب انتخابات واللي يفوز اللي رح يفوزه الانتخابات هو اللي يزايد أنه مع إسرائيل ترامب سيزايد إلى أقصى الحدود هو الجمهوريين الديمقراطيين عندهم شوية هم الدولة العميقة عندهم شوية فهم للعلاقات الدولية فإذا زايدهما أيضا يعني نتجه ربما إلى حرب شاملة في الإقليم وربما إلى حرب أكبر من شاملة إذا بقيت هذه التوترات لا يستبعد أن تبدأ حرب شاملة في الإقليم أو حرب عالمية بسبب غزة وبسبب صهاينا إذا ما خاضوا حرب ضد حزب الله فالمواقف إذن متناقضة وهذا راجع أن الإدارة الأمريكية اللي جاتها هذه الحرب في سنة قبل الانتخابات بدأت في 7 أكتوبر الانتخابات دائما في نوفمبر في الثلاثاء الأول من نوفمبر في أمريكا جعلتها تتصرف في البداية كانوا مع إسرائيل في المطلق لكن مع الأيام اكتشفوا أن دعمهم المطلق لإسرائيل ولي نتنياهو قام نتنياهو بهذا الدعم استخدمه ضد المصالح الأمريكية ضد مصالح الإدارة خاصة واستخدمه ضد خصومه واستخدمه ضد الأسرى الإسرائيلية اللي يسموه مرهائن ولذلك خرج عدد من المسؤولين الصهايناء اليوم وأمس دعونا نشوف بعضهم وشنوا هجوم عنيف أعنف هجوم تم شنوا على نتنياهو كان أمس اليوم دعونا نبدأ برئيس الوزراء رئيس الوزراء السابق أو الأسبق إيهود أولمورت كتب مقالا مطولا في بأحد الصحف الإسرائيلية كتب مقالا استهم سماه أنا أتهم نتنياهو بالخيانة المقال في هارتس أنا أتهم نتنياهو بالخيانة والمقال الحقيقة عندي هنا مطرجمان قرأت بالتفصيل شن فيه هجوم عنيف جدا على نتنياهو هذا يهود أولمورت كان رئيس وزراء سابق قبل أن يكون رئيس وزراء كان رئيس بلدية الخدس سياسي شهير جدا دخل السجن تهم بنوع من الفساد دخل السجن ولكنه عنده شعبية معتبرة معقولة وهو اللي كان خاض الحرب حرب 2008-2009 ضد المقاومة في غزة نظن دامت أنا ذاك إذا ذكرت جيدة في حدود أقل من شهرين قليلا خرج كتب مقال طويل إذن في هارتس والتهم نتنياهو مش رحنا قرار لكم المقال ممكن تجدوه التهم نتنياهو بتسع تهم تهم قالوا إنك تطيل الحرب من أجل المصالحك السياسية وليس من أجل المصالح إسرائيل إنك تريد مواجهة تهمة ثانية إنك تريد مواجهة مع حزب الله ورغم أن هذه الحرب لن تكون في مصلحتنا ورغم أن أمريكا وفرنسا تريد أن تتوسط حتى لا تكون هناك حرب لكنك تريد أن تذهب إلى المواجهة العنيفة لأن هذا يخدم مصالحك السياسية ولا يخدم إسرائيل أنك تحدث القلاقل أنت وحلفائك سموتريتش بنغفير وحلفائك في الضفة الغربية لأنك تريد الفوضى في الضفة الغربية بالرغم من أن بالرغم من أن عباس قائم بالمهمة هو الميليشيان تعم وقالوا قمتم بتزويد المستوطنين بالسلاح ويستخدمونها السلاح ضد الفلسطينيين في كثير من الحالات ظلما وعدوانا هذا أول مارث اللي يقول في تهمة الرابعة قالوا إنك تخليت على المخطوفين المخطوفين هم آخر اتماماتك بل بالعكس لعلك تريدهم أن يموتوا فقال التخلي المتعمد على المخطوفين الذين ما زالوا يحتجزون في يد قتلة حماس كما سماهم ورفضك للتوصل لاتفاق يمكن إعادة جميع المخطوفين هذا جريمة وهنا أتهمك أيضا بالخيانة وفي نقطة خامسة قالوا لم تكتفي بفشلك في سبع أكتوبر وإنما تضع الفشل كله على قيادات الجيش والقيادات الأمنية اللي هم اعترفوا بفشلهم بينما أنت لم تعترف وتخلي المقربين منك لقربائك زوجتك ابنك بعض السياسيين المقربين منك باش يشنوا هجوم على الكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى السياسيين اللي هم مختلفين معك في الاتهام السادس قالوا إنك تعرض حياة الجنود جنود إسرائيل إلى الخطر بشكل متعمد من خلال واضح لتعريضهم لأخطاء كل يوم وهو ما يؤدي إلى فقدان إسرائيليين وجنود إسرائيليين أخطاء عملية لأنه يعطي الأمر للجيش في الاتهام السابع قالوا اتهم رئيس الحكومة بتشكيل كابيني أو كابينيت يتكون من تجميع نادر أو تجمع نادر لأشخاص غير مؤهلين لا تجربة لهم أو فهم للمنظومة المعقدة التي قد توفر عدداً كبيراً من الخدمات وتعالج عدداً كبيراً من المشكلات قالوا الحكومة انتعك والمستشارين انتعك والمقربين منك نس جاهلين نس رديئين وانت حط نفسك بهم وهذا تهمة يوجهاله وهذه تهمة أيضاً خطيرة في تهمة ثامنة يقولوا تتعمد تدمير العلاقات ونسيج العلاقات الحساسة والحيوية لأمن إسرائيل مع دول عربية وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل على رأسها مصر والأردن وتتعامل باستخفاف مع المصالح الأمنية المصرية والأردنية وأيضاً كان ممكن أن نذهب إلى تطبيع مع السعودية ومع دول عربية وإسلامية أخرى لكنك قمت بتدمير هذا وهذا مهم لبقاء إسرائيل صحيح إسرائيل بالحقيقة إذا كانت الولايات المتحدة والغرب يدعمها مادياً وإعلمياً وديبلوماسياً فإن الأنظمة القائمة في المنطقة العربية تدعمها معنوياً وتوحي لها بأنها أقرب إليها من الفلسطينيين وفي تهمة تاسعة وقلت أنه مقال طويل نوعاً ما في تهمة تاسعة يوجه له هجوم عنيف جداً ويقول له إنك تدمر العلاقات مع الولايات المتحدة اللي هي ترعانا وتقدم لنا المال والسلاح وتساعدنا على المستوى الإعلامي والديبلوماسي وعلى المستوى الدولي وكل هذا ولكن مع ذلك تهاجمهم وتهاجمون كل يوم هذا المقال صدر اليوم في هارت من رئيس الوزراء أيضاً الأسبق لم يكن هو فقط إنما كان هناك آخرين لنشوفوا منهم من بين الآخرين اللي كانوا أيضاً لبيد لبيد اللي وجه هجوم عنيف من الكنيست لبيد هو زعيم المعارضة وجه هجوم عنيف من الكنيست أتمنى بقطة المساعدة يأكد لي أن كل شيء على ما يرام الآن على الانترنت إذن في الكنيست وجه لبيد هجوم عنيف جداً لنتنياه خلنا نسمعوا بعض مقاله وكان نتنياه طبعاً حاضر شكراً للمشاهدة لا يجشر لا يسدي توقفاً خبراً مزيد واتوري خدال الدبار היחיד شيساء الشمخه זה الشباة بأكتوبر ما אתה חושב شيكري אתה חושב שנشكח את الخطوفين אתה חושב שנسلخ על ميتנו אין منيك אחד בעולם شيء نشاء متفقبة يوم هجوم عنيف خلاصته قال له لو كنا في أي بلد آخر ما بقيت يوم واحد بعد 7 أكتوبر قالوا 7 أكتوبر كان فشل رهيب كان انهيار كان يجب أن ترحل في اليوم الثامن كان يجب في اليوم بعده كان يجب أن تقدم استقالتك لكنك بقيت وبقيت ترسم الفشل وتصنع الفشل وتخطط للفشل في الوقت اللي كان يتكلم فيه كما كنت تشوفه أنصار نتنياهو كانوا يقاضعون زعيم المعارضة نتنياهو كان يستمع وينظر إليه بنوع من الاستهجان أو الاستغراب في نفس الوقت وقالوا تحلم بأن لن يحمل لا جسر ولا جامعة ولا طريق ولا مكان اسمك أنت ستذهب بمعنى أنك ستذهب إلى مسبل الطريق كان هجوم عنيف جدا لعله الهجوم الأعنف من المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو ليس فقط لبيت لشن هجوم إنما آخرين أيضا شنه هجوم من بين الآخرين يهود باراك ويهود باراك رئيس وزراء سابق نذكر دائما هو اللي التقى وأتكلم معه بودفليقة المقبور بودفليقة على هام الجنازة الحسن الثاني في المغرب في نهاية جويلية 99 هذا يهود باراك ويهود باراك يقول هو أنه أكثر إسرائيلي يحمل ميداليات العسكرية والشجاعة وإلى آخره كان وزير دفاع كان قائد الأركان وزير الدفاع رئيس وزراء فكتب في نيويورك تايمز مع ديفيد هاريل رئيس أكاديمة العلوم والإنسانيات الإسرائيلية وتاميرو باردو مدير المصاد السابق وطاليا ساسون المسؤولة السابقة في مكتب المهام الخاصة بدائرة النائب العام الإسرائيلي وأرون سيتشنافور وهو حاصع جائزة نوبل في الكيميا 2004 والروائي الإسرائيلي ديفيد جروسمان كلهم دعوا الأمريكا دعوا الكونغرس الأمريكي إلى سحب الدعوة لموجهها لنتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس الشهر المقبل وقالوا إنه لا يتحدث باسمنا نريدكم أن تسحبوا الدعوة قالوا قد قدم قادة الكونغرس دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لكي يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة في 24 جميلية القادم وفي الظروف العادية نعتبر نحن الإسرائيليين هذه الدعوة اعترافا بالقيم المشتركة بين بلدين ولفت يرحب بها من صديقنا القريب والحليف الذي نحن مدينين له أخلاقيا وبعمق إلا أن الكونغرس ارتكب خطأا فظيعا فظهور نتنياهو في واشنطن لا يمثل دولة إسرائيل أو مواطنيها وسيكون مكافأة لسلوكه المضمر والفضائحي تجاه بلدنا وأضافوا نمثل عددا من المجالات المتنوعة في المجتمع الإسرائيلي العلوم والتكنولوجيا والسياسة والدفاع والقانون والثقافة ونحن في موقع جيد لتقييم الأثر العام لحكومة نتنياهو ونعتقد مثل الكثيرين أنه يقود إسرائيل إلى الحضيض وبتسارع مثير للقلق لماذا قد نخسر فيه البلد الذي نحبه كلام قوي جدا قالوا لهم راه ياخذ إسرائيل للحضيض وإلى درجة أننا قد نخسر البلد يعني قد تتفكك إسرائيل قد تنتهي إسرائيل بأسباب سياسات وأنتم تدعوه لكي يلقي خطابا في الكونغرس حتى هذا الوقت فشل نتنياهو بتقديم خطة لما سيحدث في غزة بعد الحرب ولم يستطع تحرير أعداد من الأسرة هناك ويجب أن تكون الدعوة العقل مشروطة بحل هذين الأمرين إلى جانب الدعوة للانتخابات في إسرائيل المهم المقال كان شديدا وعنيفا وشارسا من بعض الأسماء الأشهر في إسرائيل وهنا يدخل العامل الخارجي هنا تجد التشتت أمريكيا وإسرائيليا بسبب غزة هؤلاء إسرائيليون صهاينا منقسمين في خصومة مع زعيمهم رئيس الوزراء حول غزة وما فعل بإسرائيل فشلوا رداءتوا إدارتوا الخاطئة عدم كفاءتوا ويقول للأمريكيين لماذا تدعونها الأمريكيين منقسمين ومنقسمين بسبب غزة ليس لأن قادة الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم بايدن لا يدعم إسرائيل وليس لأن قادة الحزب الجمهوري وعلى رأسهم ترامب لا يدعمون إسرائيل كلهم يدعمون إسرائيل إنما منقسمين حول سياسة نيتنياهو اللي يعتبروها مدمرة لإسرائيل قبل أن تكون ضد الفلسطينيين هم عندهم مشكلة في مقتل عشرات الألاف من الأطفال والنساء والرجال عندهم مشكلة أن نيتنياهو بسياساته يدمر إسرائيل غزة تقسم العالم وتفكك الحلفاء والأصدقاء خاصة صهاينة تل أبيب وصهاينة أمريكا بالمناسبة صهاينة أمريكا عدادهم أكبر يعني اللي يؤمنون بصهيونية كإديولوجيا كإديولوجيا دينية أي الصهيونية دينية هي أكبر بكثير في الولايات المتحدة منها في إسرائيل في إسرائيل عدادهم لا يزيد عن مليون ونص مليونين صهيونية دينية وإذا أضفنا لها الصهيونية العلمانية فهم في حدود خمسة ملايين بأطفالهم ونساءهم وكل شيء لأن هناك كثيرين يقيمون في إسرائيل وهم يهود ولا يؤمنون بالصهيونية إذن الصهاينة منقسمين في إسرائيل يهود أولمورت صهيوني يهود بارك صهيوني لبيت صهيوني قانت صهيوني هذن كلهم في عداوة مع الصهيوني نتنياهو وابنخفيروس موتريتش إذن غزة إذ تفكك الصهيونية في الحقيقة وتفتتها في تن أبيب كما في أمريكا طبعاً الثمن غالي وباهظ ولكن لم يسبق للكين الإسرائيلي ولا لرعاته الغربيين وخاصة الولايات المتحدة أن عاشوا زمناً فاضيعاً انقسام رهيب كما يعيشونه هذه الأيام الحقيقة أنا فيه هجومات أخرى أيضاً ولكني سأتوقف هنا لأني مازال فيه مجموعة من القضايا حول غزة وحول ملفات أخرى خاصة أنا بدأنا متأخرين بسبب الأنترنت بالنسبة لإخواننا اللي تحقوا الآن فقط بنا خلينا نشوفوا بعض المقاطع الأخرى أيضاً ذات الأهمية هل تيك توك ره ماشي أيضاً ولا فيه إشكال فيسبوك أنا يشوف اللي ره عادي كما قلت تيك توك الفيسبوك ره معاملين سقف اللي يستطيع أن يتابع يعني كان هذا الخبر أمس كان خبر مهم جداً سمان ضابط أمريكي سابق برتبة رائد في قوات المشات عمل على مدى 13 عاماً في وكالة الاستخبارات الدفاع مساعداً لمدير المركز الأقليمي للشرق الأوسط قبل أن يستقيل في نوفمبر الماضي على خلفية دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة وقال مان في رسالة نشرها في مايو الماضي على حسابه في موقع إن استقالته جاءت بسبب أذن معنوي ناجم عن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل في حربها على قطاع غزة والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين جراء ذلك من قتل وتجويع وأضاف أنه شعر بالخجل والذنب لأنه مساعد في تطوير السياسة الأمريكية التي قال إنها ساهمت في القتل الجماعي للفلسطينيين ولاحقاً قال الضابط الأمريكي المستقيل في مقابلة تلفزيونية إن ما يحدث في غزة في الحرب المستمر على قطاع غزة هو نوع من التطهير العرقي وأن إسرائيل تستخدم في ذلك بشكل شبه مؤكد الأسلحة الأمريكية يذكر أن إعلان ما استقالته في مايو الماضي جاء بعدما أصدرت إدارة بايدن تقييماً وجد حالات كان فيها سلوك إسرائيل غير متوافق مع القانون الإنساني الدولي لكن الإدارة خلصت إلى أن المساعدات الأمريكية لن تنقطع يعتبر من وهو حفيد يهود فر يهود فر بسبب معادات السامية في أوروبا الشرقية يعتبر أولاً مسؤولاً معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل لكن العديد من العسكريين الأمريكيين الآخرين استقالوا منذ أن شنات إسرائيل حربها على قطاع غزة وعربوا عن أسفهم العلني لدور واشنطن في تلك الحرب معنا من واشنطن هاري سومان الرائد المستقيل من وكالة الاستخبارات الدفاعية احتجاجاً على دعم واشنطن لإسرائيل سيد مرحباً بك معنا تحدثنا فيما قرأناه عن الأسباب ولكن نريد أن نسمع منك شخصياً هذه الأسباب بعد مرور هذه الفترة على تقديم استقالتك مرحباً بك ومرحباً بجميع المشاهدين الكرام فأنا قدمت باستقالتي أصلاً في شهر نوفمبر لأنه حتى في الأسباب الأولى من الحرب كان من الواضح ما هو مسار هذه الحرب والحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة كان من الواضح حتى في الأيام المبكرة أنه هذه الحملة هدفة إلى عبارة على العقاب جماعي على الفلسطينيين حملة دموية ومدمرة جداً وحملة كانت ستخرد عداء إسرائيل وعداء الولايات المتحدة في المنطقة وإضافة حملة عسكرية بدون خطة واقعية أو متكاملة ورغم من كل ذلك كان من الواضح عيدان أن الدعم الأمريكي لإسرائيل كان سيكون غير مشروط كما كتبته ولا نهائي وعرفت أنه يعني كل يوم أنا رائد أمريكي يهودي في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل واستقال بعد أسبوع في نوفمبر من بداية التوحش السهيوني في الفلسطينيين وآخرين أيضاً استقالوا لكن هذا على الأقل خرج نعرف آخرين أيضاً استقالوا من الجيش الأمريكي نعرف أنه في طيار أمريكي كما تعرفون حرق نفسه قتل نفسه من أجل أو ضد المساعدات الأمريكية للتوحش السهيوني ضد أهل غزة السؤال اللي يطرح الإنسان ما هو شعور ذلك المسلم في مصر العسكري قالونا من المدني العسكري في مصر في المغرب في الأردن في الإمارات في السعودية في البحرين في الظفة الغربية جماعة محمود عبر ما هو شعورهم وهم يقدمون خدمات يقدمون خدمات للصهاينة للقتلة هذا أمريكي في المخابرات العسكرية الأمريكية برتبة معتبرة رائد وواضح أنه من سنه واضح أنه صغير في السن يعني هذا بالتأكيد لم يصل أربعين سنة تسمعون أولين تكلم لغة عربية بشكل جيد جداً عيسان مثقف متعلم ويعترض على سياسة بلاده ويستقيل بمعنى يخلي منصب مهم يخلي مستقبل ممكن كان يوصله إلى رتبة جنرال أو أكثر ويترك ما هي شعورك أنت؟ ما هو شعور الضباط المغاربة اللي كانوا قبل عشرة أيام وخمسة عشر يوم يستقبلون السفينة الإسرائيلية المحملة بالأسلحة القادمة من أمريكا والذهبة إلى غزة لتقتل أهل غزة ما هو شعورهم؟ طبعاً هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في المغرب والحمد لله يعني كان إخواننا كثيرين اللي احتجوا احتجوا بشدة حتى برلمانيين مغاربة وقد أعودنا لهذا الموضوع لكن شفت أن فيه برلماني مغربي للأسف الوثيقة مش معايا هنا في برلماني مغربي يوجه انتقادات شديدة جداً للمسؤولين المغاربة ولماذا سمحوا بهذا الموقف؟ قليل نشوف اللي أرى عندي هنا ربما نعم أو عندي هنا البرلماني المغربي طالب وزير خارجية وزير خارجية البلاد ناصر بوريطة برد رسمي حول حقيقة الأنباء المتداولة إعلامياً بشأن استقبال ميناء طنجة شمال المملكة مؤخراً سفينة تابعة البحرية الإسرائيلية جاء ذلك في سؤال كتابي موجه من رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبدالله بوانو إلى مجلس النواء فيما لم يصدر عن المغرب أي تأكيد أو نفي رسمي حول أنباء استقبال في الك السفينة وقال بوانو إن مبابر إعلامية تحدثت عن توقف السفينة في الحقيقة ليست فقط منابر إعلامية في أكثر من جهة والدليل لأن بعض إخواننا المغاربة رسلوني يقول لك لا وهذا فيك نيوز ومش صحيحة هذه الحاجات عندما تكون فيها فيك نيوز فإن الدولة مطالبة بأن تنفي رسمياً ذلك هذا موقف خزي وعار خاصة أن موقف شعب المغربي نحن نعرف أن موقف شعوب كله مع غزة لكن موقف شعب المغربي كان ظاهراً جلياً قوياً صادعاً متواصلاً بشكل لم يتوقف عندما يرى مسؤول مغربي أو سعودي أو مصري أو أن ضابط أمريكي ويهودي يستقيل من المخابرات العسكرية الأمريكية احتجاجاً على دعم بلاده لهذا الكيان كيف يكون موقفكم؟ هذا سؤال نوجهه أيضاً للضباط في الجزائر عندما يستقيل هذا الضابط اليهودي الأمريكي من المخابرات العسكرية الأمريكية احتجاجاً على ذلك لماذا العصابات في الجزائر تظل تدعم في عباس وميليشياته الذين يسجنون ويعذبون ويقتلون الفلسطينيين ويدعمون الكيان الصهيوني ويحاصرون الفلسطينيين أنتم كذباط كيف تنظرون الأمر؟ في أي بلد؟ هذا خزي وعار خزي وعار لكل من يظل في منصبه وهو يعلم أن يهود أمريكان وغير أمريكان استقالوا أن غربيين مسيحيين وغير مسيحيين استقالوا من منصبهم ومناصب مهمة معتبرة مستقبل حقيقي طبعاً نحن عدنا بعض الضباط ورام عايشين حياة العبودية بعض مصادر داخل الجيش يقولون لي غير كثير منهم ما تلقاه مسكين 35 سنة بالسكر كابيتانو لكم ونبصح بالسكر لأنه يعايش حياة مرة هذا الضباط هذا اللي حاملين رتب أما اللي مش حاملين رتب أو صف الضباط فهذيك هذهك حدث ولا حرج بل أن هناك جنيرالات يشعرون بالرعب الرعب تخيلوا تخيلوا أن أمس كان ذهب ناصر الجبان اللي هو عبدالقادر حداد اسمه الحقيقي واللي كان ذباح في التسعينات وعينا مؤخراً مدير عام للأمن الداخلي أمس زار مدرسة مدرسة تكوين ضباط المخابرات بنيم السوس أنا أعرف هذه المدرسة لأنني كنت الخدمة العسكرية كانت بجوارها نحن كنا في القارنزان هما كانوا بجنبنا وكان عندي زملا يدرسوا هناك وزرتها يعني أعرفها من 40 سنة عندما زار عبدالقادر حداد المدعو ناصر الجبان وبعض الناس سموه ناصر الجن قام اللواء شريفي ناصر الجبان هذا عميد يعني جنرال بينما اللواء شريفي هو جنرال ماجور لواء بتقديم التحية له والوقوف الاستعداد له وأعطت أن العميد ناصر الجبان هذا راح عمل تفتيش ما يسمى بتفتيش والتحية والوقوف والدنيا قاعد تحيي فيه جنرال ماجور يقف كالدجاجة المبللة أمام عميد وهو يعرف أنه عميد هذه رتبة نفخه فيها فقط يعرف أنه قبل ثلاث سنوات أربع سنوات عندما كالدجاج صالحي هرب هرب إلى إسبانيا ويعرفون أنه ما عندهش مستوى واللي قابلوا قالوا أنه يعني تقابل وتجلس معاه أو تجلس معاه باهيمة عزكم الله كيف كيف لا يقفقه شيء اللواء شريفي مدير مدرسة تركوين ضباط المخابرات في ابن مسوس يقف كالدجاجة المبللة في يوم عاصف أمام الضابط صغير كان ذبح في التسعينات ولكن شاءت الأقدار أن يكون هنا تذبح أيضا هو قائد الجيش شنغريحة فيجعله قائد للمخابرات الداخلية أليست هذه فضيحة لكل يحمل من يحمل رتبة الليواء في الجزائر ماذا تعلمون الضباط اللي كانوا يشوفه يعرفون أن هذا العميد بهيم وأنه كان ذباحا ومختصبا وناهبا واليوم رهو وضع المليارات في الداخل وفي الخارج وأملاك في الداخل وفي الخارج يقف أمامه مدير المدرسة الليواء شريفي بذلك الموقف المخجل الدنيا مقلوبة على رأسها جزائر اليوم أهم شخصياتها العسكرية هو شنغريحة ذباح في التسعينات ناصر الجبان ذباح في التسعينات جبار مهنة ذباح في التسعينات هلهم اثنين واحد يقود المخابرة الخارجية والداخلية والاخر كلهم قائد الجيش فضيحة حقيقة طبعا يقدر يجي واحد يقول لك لا 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 ليس في هذه الطريقة وحتى لما تكون ليس في التسعينات يعطي له تعليمات ويخف أمامه كالدجاجة لا دائما في إطار غزة وإن كان نمر الملف الجزائري لأن الأمور متداخلة طبعا كانت من بين الصور المرعبة ولعلكم تابعتوها هو صورة الكلب الذي يهجم على مسنة فلسطينية وكانت هذه أحدثت ضجة كبيرة جدا أمس وتداولتها كثير من الجهات خاصة الجهات الحقوقية لكن مش هذا فقط في الحقيقة هناك قضايا أخرى كثيرة لكني قد أضطر كان هناك أيضا هذا الحريق الضخم في القدس المحتلة واللي يبدو أنهم قاموا به مقاومين وكان يستهدف ثكنة كبرى إضافة إلى الجامعة العبرية اللي كانت بجنبه كانت نار ضخمة جدا أدت إلى حريق هائلة سهاينا أخذت لهم وقت طويل باش استطاعوا أن أن يوقفوا الحريق الحريق ولكن لا يستبعد أن عناصر المخابرات أنت عباسي يكونوا سلموهم اللي قاموا بهذا الفعل النظالي المقاوم لأنه استهدفوا به ثكنة من الثكنات البشعة اللي تقهر الفلسطينيين في القدس وما جاء وراء سيتوقف هنا بالرغم أنه ما زال في قضايا لكن ربما نعودوا لها إن شاء الله يوم الجمعة حتى نستطيع أن نذهب إلى ملفات أخرى ما زال في قضية الحريديم وهذا قضية ما صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة تجنيد الحريديم أو منعهم أو منع كل الامتيازات المادية وتمويل مدارسهم وهذا موضوع لعله القنبلة التي ستفجر الحكومة حكومة نتنياهو ولكن أكيد أن حولوا صراع كبير جدا ما بين الصهاينة الصهاينة العلمانيين ضد الصهاينة الدينيين اللي هما مع إعفاء الحريديم والحريديم عددهم مليون يهودي لا يريدون أن يذهب أبنائهم إلى الجيش أبنائهم اللي ممكن يروحوا للجيش هما بين مئتين ومئتين وخمسين ألف سنويا يقدروا يروحوا للجيش تخيلوا لكنهم يرفضون ذلك وكان دايما عندهم امتيازات لكن الآن المحكمة العليا أصدرت قرار ضد هذا موضوع نرجع أقوله إن شاء الله في اللايف القادم في مواضيع دولية أخرى عندنا طبعا الانتخابات الإيرانية لكن الانتخابات الإيرانية إذا لم يحدث يعني باش نعطيها اليوم عبارتين دقيقة أو دقيقتين فقط إذا لم يحدث المرشح الإصلاحي واحد يسمون المرشح الإصلاحي وهو يواجه أربعة من المرشحين المحافظين أو الأصليين كما يسموهم إذا لم يحدث المفاجأة ويصل هو للدور الثاني ثم يصل للرئاسة أو حتى في الدور الأول فإن الأمور في إيران لن تتغير كثيرا إذا جاء أي واحد من المحافظين فسيكمل سياسة إبراهيم رئيسي واللي كان ستوفى في حادث الطائرة قبل حوالي شهر ونص وفي نهاية المطاف هناك الولي الفقيه القرارات كلها لازم تكون في إطار اللي هو رسمه مع عتاة الجيش خاصة الحرس الحرس الثوري أما إذا حدث وأن حدثت المفاجأة وجاء هذا الإصلاحي وهذا ليس مستبعد فسيكون حديث وقد نتحدث يومها بالتفاصيل لأن يومها سيكون أكيد هناك خصومات وانقسامات ربما قد تسمح للإيرانيين بنوع من الحرية الشعب الإيراني يراه مقموعة نعم إيران كدولة عسكرية حققت كثير على المستوى العسكري الصناعات العسكرية وهي تحت الحصار هذا كله لكن الشعب الإيراني يراه يخضع لطغمة عسكرية دينية تحكم بالاستبدال ما هو حد الاستبداد التعسيسي أو التعشي انجريحة صحيح لكن هو استبداد أيضا لماذا نقول ليس لهذا الحد في نهاية المطاف كاين إعلام كاين انتخابات حقيقة كاين إعلام في حدود معينة انتخابات في حدود معينة كاين كاين أرى صحيح كلهم يدوروا في إطار عام لكن مع ذلك في هذا الإطار العام في خلافات واختلافات معتبرة لكن اللي اللي فعلا قد يحدث واكيد انه سيحدث اشكالية كبرى لكثير من الجهات هو هذا الموضوع سيداتان قبل قليل بأن معلما من كل اثنين في المدارس يفردون على أنفسهم رقابة ذاتية ويتجنبون عددا معينا من النصوص حول تاريخ فرنسا بالقول إنها إشكالية بما أننا نتحدث الليلة عن العلمانية هناك تدخل إسلاموي في المدارس وهناك ضغوط يمارسها أصليون دينيون خارج المدرسة وداخلها لذا يجب أن تكون الدولة جنبا إلى جنب بشكل منهجي ودائم مع اللجان التربوية هناك صبيتان الأولى فرنسية مغربية والثانية فرنسية أرمينية قالتا لي إنهما شعرتا بالإهانة بسبب الاقتراح الموجود في برنامج السياسية سيد بارتلا والذي يقول إن الفرنسيين من مزدوجي الجنسية لا يملكون ما يكفي من الثقة لتسلم مسؤوليات مناصب حكومية وكانت السيدة مارين لوبين قد اقترحت قانونا يمنعوا مزدوجي الجنسية من تسلم مناصب حكومية قبل خمسة أشهر وهذا في الأصل اقتراح جام مارين لوبين وهو من عائلتكم السياسية والحال أن 3.5 مليون من مزدوجي الجنسية يشعرون بالإحراج والإهانة هناك 19 مليون فرنسي أسلافهم أجانب أي فرنسي من كل أربعة وأعتقد يا سيد بارتلا أنه عند وصول أسلافك إلى فرنسا فإن أسلافك السياسيين قالوا ما قلته اليوم وبرأيه إنه أمر مثير للعجب أن تتخذ موقف أسلافك السياسيين مجموعة نقاط قيلت هنا طبعا لمن لا يعرف أكيد أن أخواننا حسنا لفرنسا يعرفوا اللي تابعهم يعرفوا اللي كان على يسار الشاشة هو بارديلا هذا الشاب من اليمين المتطرف عمره 20 سنة اللي كان في الوسط كان أطال وهو رئيس وزراء عين قبل شهرين أو ثلاثة في فرنسا وهو أيضا شاب يعني في منتصف الثلاثينات واللي كان على اليسار أو على اليمين الشاشة هو من ما يعرف اليوم من تجمع الفرنسا وهو تجمع لليساريين أغلبيتهم اشتراكيين والشعيين والخضر وحزب فرنسا الأبية أو الفرنسا السوميس خاصة هو المشهور في هذا النقاط يعني لأن الموضوع طبعا ممكن تبعتوه البارح وكان دام مش عارف يمكن دام حوالي ساعتين اللقاء أنا ما تبعتوش لكن شفت بعض المقتطافات شفت بعض المقتطافات هنا كي النقطة هنا النقطة اللي نقشوها هي نقطة الأجانب مزدويج الشخصية أو مزدويج الجنسية باردلا طبعا والحزب اليمين المتطرف بقيادة بنت السفاح قال لك أنهم قرروا بأن مزدويج الجنسية ما ياخذوش بعض المناصب الحساسة بمعنى أنه فرنسيين يعني تجده طبعا هنا موش يتكلموا الأوروبيين يتكلموا على الفرنسيين وخارج الأوروبيين أوروبيين بالقارير الأوروبيين عندهم الحق في نفس الحقوق مع الفرنسيين لكن يتكلموا على الفرنسي اللي من أصول مغربية جزائرية تونسية سينيغالية كوديبوار إيران تركيا من أي أصول أصول أجنبية من أمريكا الجنوبية أو يمنعوهم من مناصب حساسة دير قائمة طويلة من المنعم طبعا يليتها جات فقط في المناصب الحساسة يعني قضية الهجوم اليمين المتضرفة على من أصول أجنبية هجوم عنيف رد علي الثالث تنسيت أسمه اللي هو من جماعة الفرن فوبيلير أو الجبهة الشعبية تعالي يساريين قالوا أن 19 مليون اللي هما ربع الفرنسيين في الحقيقة 19 مليون هو مش ربع 19 مليون هو 3.5 يعني 30% 30% من الفرنسيين فرنسا ليس 80 ليس 76 مليون فرنسا أقل تقريبا 30% قالوا 19 مليون فرنسي هم من أصول أجنبية يعني تقريبا واحد من كل ثلاثة وقال واحد من كل أربعة من أصول أجنبية وقالوا أنت شخصيا من أصول أجنبية يعني أجدادك أجانب أجداده إيطاليين وجزائري يعني جده لأمه جزائري وجده لأبيه إيطالي وكانت يعني مجموعة جنسيات يعني قالوا أن المدرسة السياسية التي تنتمي لها والتي رأيت عارض الآن وأنت تعارض الأجانب كان عندها نفس الموقف من والديك أي أن اليمين المتطرف يمين المتطرف وجده دائما كان عنده موقف نفس من والدين هذا أو جداد بارديلا طبعا هذه وحدة من نقاط الضعف تعبار ديلا لكن هو يعتبر نفسه أنه من الأجانب الذين اندمجوا تماما وكان يخب قضية أن جده لأمه جزائري هذه كان يخفيها أو يطفي عليها الضوء كان يظهر فقط البعد انتاعه أنه إيطالي حقيقة أن فرنسا هو متعدد قال 19 مليون أنا أتصور أن العدد أكثر من ذلك بكثير لأن هما في الغالب يتحطوا المسلمين لا يقتلوش رقم دقيق لأ يقول لهم في حدث 6 ملايين وأنا أعرف أن هناك خبراء وتحدث معهم بعض المسلمين قالوا لي أن المسلمين أكثر من 10 مليون وربما يصل 12 مليون الأجم الفرنسيس يخبوا هذا ويغطوا هذا برد الله ويتحدث قالوا هناك تدخل على الإسلاميين والأصوليين في التعليم الفرنسي واحدة من الأكاذيب الكبرى واحدة من الأكاذيب الكبرى أكبر اضطهاد يتعرض له المسلمين في الغرب هو في فرنسا هذا ليس قولي أنا هذا قول الأمم المتحدة قول الاتحاد الأوروبي قول المحاكم الأوروبية محكمة الأوروبية أكثر من مرة تقول ذلك تعطي حقوق لبعض المسلمين اللي رفعوا لها قضايا وصلت لهم لأمم المتحدة آدانة فرنسا عدة مرات أنها لا تقف نفس الموقف مثل الدول الأخرى كاين شوية عنصرية كاين في بريطانيا في إسبانيا في إيطاليا كاين في ألمانيا كاين يغادروا أو يفكروا في المغادرة خاصة اللي هما عندهم إمكانيات مادية معتبرة أو معقولة وإمكانيات أنه يجد مناصب إلى آخره أنا أعرف أن هناك من أعرفهم أنهم يفكرون في المغادرة مغادرة فرنسا وبعضهم غادر طبعا كاين بعض الناس يقول لك إلى أين طبعا السؤال هذا مطروح كاين كثير من الدول كاين كثير من الدول خاصة الناس اللي عندهم يعني شهادات عليا خاصة إذا كانت في التكنولوجيا وحتى في مجالات أخرى في الطب مثلا بريطانيا تحتاج الأطباء بشكل كبير جدا ولو يجول من فرنسا وعندهم شهادات فرنسية يعني يجدون بسهولة فهناك كثير من البلدان فيها العنصر في الغرب فيها العنصر أقل بكثير وفيها القوانين تحمي اللي هما من أصول أجنبية أو أجانب سواء في الغرب أو في دول أخرى كاين دول أخرى أيضا نستفكر خلينا نستفكر يوسعوا التفكير كاين طبعا الولايات المتحدة كاين كندا كاين دول في أمريكا الجنوبية كاين دول في أفريقيا كاين دول حتى في العالم العربي الإسلامي وبطبيعة الحال دول في أوروبا لماذا نقول لو كان جا عندنا نظام قوي في الجزائر وما عندناش هذه الخصومة ما بين النظامين المغربي والجزائري وهذا التعطيل للمنطقة المغاربية كلها لو كان الأنظمة في الجزائر والمغرب وتونس خاصة هذه الثلاثة يستطيعون أن يسترجعوا مئات الألف ليخدموا هذه البلدان الثلاثة يخدموا بلدان المنطقة المغاربية لو كان جات الحدود مفتوحة والتعاون موجود والاقتصاد موجود والأخوة والتضامن نحن العنصريين في فرنسا أو في أوروبا يتهجمون علينا ويهاجموننا ويشيطنوننا ويشيطنون أوصولنا وديننا وتاريخنا ويشيطنون كل شيء وإحنا الناس متسارعة ومتشيطنة داخل المنطقة أين العقلاء يقول بالعالم يتغير بشكل سريع وسريع جدا دعونا من المناوشات الصبيانية هذه دعونا من هذه المناوشات الصبيانية هذه المناوشات الصبيانية الخصومات المراهقين كل المشاكل اللي موجودة ما بين الجزائر والمغرب لا حلول وحلول سريعة في حين أن ملايين من الجزائريين والمغاربة والتوانسة هاهم يتعرضون لضغوطات وضغوطات شديدة هذا نهيك على القضايا الأخلاقية اللي هي أصلا كانوا يعانوا منها قضية الجندر قضية ما يسمى بتدريس الجنس يدرسوا الجنس للأطفال اللي عمرهم خمس سنين وست سنين ولا أحدث قلاقي لداخل الأسر لكن الناس وين تروح مرة أخرى قلت بعض الناس ربما يقول أنا لا أنصح بالجزائرين اللي مقيم من فرنسا نيرحوا للجزائرين لا أنا لا أنصح لأن فرنسا فيها مسائب كبيرة وكوارث واللي جاية هو أسوأ لكن للأسف الأوضاع في الجزائر سيئة جدا يعني فرنسا يقول للمشكلتك أنها عنصرية أن الكاراكلوم أو السيلابس في المدرسة أو في الجامعة الحجاب بتاع المرأة أو الصلاة يعني في الجزائر المشكلة على الماء المشكلة على الكهرباء المشكلة على البراجات المشكلة على الحجرة المشكلة على الرشوة المشكلة على الفساد العارم بمعنى أنك ستواجه صعوبات أكثر بكثير من الصعوبات والإشكالات التي توجهها في فرنسا أرض الله واسعة لكن أكيد يعني في كتابات فرنسية الآن وغربية كلها تتحدث على أن فرنسا لكن المشكلة في الحقيقة ليس فقط للمهاجرين والأجانب واحدة من أكبر الإشكالات تعالى الانتخابات التي سبر الآراء الآن ستقول بأن اليمين المتطرف سيحصل على 35% اليمين المتطرف تعبنت السرفاح فقط لرسوم بلمونسيونال تجمع الوطني وإذا أضفنانه آخرين قد يصلون إلى 40% ومعتقد أن اليسار المتشكل في الفرنسا في لير الجبهة الشعبية قد يحصل على 30% والتقديرات تقول في عمومها أن ماكرون ومن معاه يحصلوا على 20% ماكرون سيعايش ثلاث سنوات بقيت له الانتخابات الـ 2027 سيكون وضع صعب جداً وسيضطر إلى التحالف يا إما مع الجبهة الشعبية بشيشك الحكومة يا إما مع الجبهة الشعبية وإما مع اليمين المتطرف هو ماكرون ره يواجه في اثنين تخيلوا لأول مرة يتحدث ماكرون قبل عشرة أيام تحدث ناتينياهو على أنه يجب لا نسمح بأن تكون حرب أهلية في إسرائيل أمس أو أول أمس تحدث ماكرون أمس قال إن اليمين المتطرف واليسار المتطرف برامجهم سيقودون إلى حرب أهلية في فرنسا قبل أربعة أيام وخمسة أيام وثاني كانت قبل شهرين ترامب تحدث على أن أمريكا قد تشهد حرب أهلية وقال لهم إذا ما فستش في الانتخابات فإن أمريكا ستدخل في حرب أهلية هذه الدول الثلاثة اللي تبعني هنا كنت ذكرتها منذ سنوات وأعدتها عدة مرات قلت هذه الدول الثلاثة هي الأكثر مرشحة لأن تشهد حروب أهلية الآن اسمعنا من ثلاثة من قياداتهم أو رؤسائهم كلهم يحذرون من مخاطر الحرب الأهلية الحرب الأهلية في فرنسا محتملة ومحتملة جدا صحيح ليس حتمية لكن محتملة ومحتملة جدا فرنسا دخلت مرحلة اضطرابات هائلة والاضطرابات لن تكون في فرنسا فقط وإنما ستكون في الاتحاد الأوروبي لأنه إذا حصلت بنت السفاح على أكثر من 35% مثلا 42% من المقاعد وحلفاها حصلوا على 9% و10% ستقوم بتشكيل الحكومة وإذا شكلت الحكومة فالمشكلة الكبرى ليس فقط لأصلهم من مسلمين أو مهاجرين أو نورث أفريكا لا مشكلة أيضا للاتحاد الأوروبي وفرحة كبيرة عند بوتين فرحة شديدة طبعا قلق شديد عند العنظمة التي تحكم الجزائر والمغرب وتونس وخاصة في الجزائر خاصة في الجزائر لأن النظام في الجزائر وضع بيضه كله في سلة ماكرون اللي الآن في أفضل أحوال سيحصل على خمس المقاعد والاحتمال 99% أنه لن يستطع تشكيل الحكومة وإذا شكلها فإن التأثير اللي يتحالف معه سيكون أقوى منه سواء كان مع اليسار أو كان مع اليمين المتطرف طبعا بالنسبة لإخوان اللي يسألوني كيف ينتخبون أكيد ليس اليمين المتطرف وأقول أيضا أكيد ليس ماكر أنا أرى أن إذا انتخبتم وأنا أدعو الناس أن تذهب وتنتخب ينتخبوا على الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية هل لدى المسلم مشاكل معها؟ نعم كأن هناك مشاكل خاصة في الجانب الأخلاقي لكن الجانب الأخلاقي إذا رمشترك فيه جماعة ماكرون واليمين المتطرف وقضية المثلية وقضية تدريس الجنس ربما ربما إن شاء الله بلك حتى في اللايب القادم نزيد نتكلم ونشوف ما هي الإشكالات الكبرى داخل كل هؤلاء لكن في هذه الحالات دائما الإنسان ينظر بخف الأضرار لم يكن لديه أو لم يكن لديه يعني الإنسان يشوف أخف الأشراء الشرين أو أخف الأضرار أو مهوش لأنك ماكش في حالة وإن هذا أبيض أو هذا أسود والاختيار واضح روحنا أو هذا إيجابي وهذا سلبي والاختيار واضح روحنا هنا كاين كثير من النقاط أكيد أن اليمين المتطرف لديه بعض الإيجابيات لكن إيجابياته مثل الخمر الله سبحانه وتعالى لما جاي تكلم عن الخمر والميسر قال فيهم منافع للناس الخمر والميسر فيهم منافع للناس لكن القاعدة وش جات جات من بعد ولكن ضررهم ما ضرر انتاحه أكبر من نفعهم اليمين المتطرف عنده في بعض الجوانب خاصة في قضية حماية الأسرة إلى حد ما في بعض الجوانب القليلة وإن كان مش اليمين المتطرف الفرنسي اليمين المتطرف الغربي عموما مثلا في إيطاليا في إيطاليا عندهم قضية الأسرة مقدسة وهذا مهم والمسلم يشترك معهم في قضية احترام الأسرة وتقديس الأسرة ومهم جدا لكن في الجوانب الأخرى كوارث إذن لمن سألوني لو كنت أنا في فرنسا وعندي حق الانتخاب نروح للانتخاب وأنتخب من الجبهة الشعبية هذا الجناح اليساري وأيضا في الجناح اليساري إذا كان عندي خيار نختار اللي هما أقرب وقضية غزة أظهرت ذلك ونظن في هذا الموضوع ما يعرف لا فرنسا السوميز هي الأقرب لنا جميعا رح نترك أيضا الملفات الأخرى كنت رح نتكلم على ما حدث في داكستان في روسيا وفي ملفات أخرى لكن عشان تحطوا على الجزائر وإحنا اليوم كان عندنا إشكال تقني تأخر لايف كثير ففي الجزائر ففي الجزائر إشكالات هذه الأيام قاعدين هي يوزعوا في المساكن فوضى في كثير من المدن جلفة مثلا اللي قاموا في توزيع 1733 واحدة سكنية شهدت احتجاجات ومظاهرات وغضب شديد لماذا؟ لأن الناس اكتشفوا أن كثيرين في القائمة ما عندهمش علاقة بالجلفة ولا يسكنون في الجلفة مثلا وجدوا نائب رئيس البلدية نائب رئيس بلدية بولاية البوليدة وجدوه مستفيد يقيم في البوليدة هو نائب رئيس البلدية هناك مستفيد يوى اختصار بسيط أعطيني سكنة في الجلفة وأنا نعطيك سكنة في البوليدة هكذا تم الأمور فالمهم كانت هناك احتجاجات وغضب شديد وجدوا أيضا آخرين من المقربين لرئيس البلدية ومن المقربين للوالي ومن المقربين للشيف سكتور وقائمة من الناس اللي ما عندهمش الحق وجدوهم في قائمة السكن ورأي فيها احتجاجات منش عارف إلى المساعد كاش ما عنده فيديو في الموضوع هذا أم لا لكن فيها احتجاجات في الحقيقة مش هي فقط في كثير من المدن فيها احتجاجات شديدة علاش رغم يقدموا بالسكنات الآن باش يقولهم اللي هذا كله تبون تبون هو اللي رأي أعطيك السكنة فأنت يبقى لك في ذهنك أن تبون أعطاني السكنة معنى لازم رح ننتخب له يعني برغم أن انتخابات مفاشلة وإحنا عارفين نتائجها مسبقا وعارفين أن الجنرال اختاروا تبون لكن يديروا السرك يديروا التهريش يسمونه انتخابات وفي إطار هذا التهريش يدير لك عملية الابتزاز يخلي كين سكنات اللي كانت جاهزة عندها عام عندها ثمان شهور عندها كلها قلهم وخروها حتى قبل الانتخابات بقليل باش يمنوا عليك أن تبون هو اللي رأي معيشك واللي أعطيك السكنة مش مرات الناس يقولوا يعطيه الصحة تبون جابنا الماء هو مو ما يعرفش بلي الماء هذا واجب بلي الرئيس البلدية أو الوالي أو الحاكم أو الوزير واجب أن يوصل الماء واجب أن يوصل الكهرباء واجبا يخدم الطريق يخدم المدرسة أصبحت مرتبطة بالأشخاص وكأنهم جايبين المال من مال أمهاتهم والمال من الأبائهم كأنهم مالهم الخاص يمنون على الجزائريين بينما هذا المال هو مال الشعب اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى ولهو أساسا البترول والغاز إذن إشكالات كبرى في كثير من المدن وكثير من المناطق خاصة كان البعض اللي قاموا بالتوزيع وكان اللي ما قاموش لكن ربما اليوم اللي شاغل الناس كثير هو في تيزي وزو خلينا شوف في التليفون الآخر في تيزي وزو لأن تيزي وزو راهي مقلوبة تيزي وزو راهي مغلقة بألاف عناصر الأمن والمخابرات وخاصة عناصر الدرك المراسلين أنتاي أصدقائنا الأحرار يقولوا أن فيه تحذيرات شديدة وأن حتى شنغري حربة ما يكون وصل اليوم هو والحاج يحيى والحاج قائد المخابرات وحيى والحاج عنده أيام في تيزي وزو ونشر آلاف العناصر كان آلاف العناصر ما بين درك وشرطة ومخابرات والدنيا مقلوبة في تيزي وزو منذ عدة أيام في الحقيقة منذ حوالي 15 يوم كان تبون باش يروح قبل حوالي عشرة أيام قبل العيد لكن جات المفاجأة وطلبوه الغربيين جماعة السبعة على جناح السرعة ألغيت زيارة تيزي وزو اللي كان باش تكون يوم الخميس والجمعة ألغيت خميس والجمعة مش هذا اللي فات اللي قبله حوالي أسبوعين وذهب كما نعرفو الإيطاليا وخرج دوباب وقال لك وتبون وعنده قيمة على الساحة الدولية إلى آخر مع لبنوش بالرهم يخدموا فيه كومشان باتر يعني كومشان بيت يعني مع احترام الشنابت يعني لأن الغرب أهم شي بالنسبة له هي قضية الهجرة وقضية الهيمنة على الأسواق والهيمنة على البترول والغاز لكن يجب أن يزور هو تيزي وزو لأنه كان قال بأنه سيزور تيزي وزو هو قال سيزور كل المدن وقال لك يروح قرية قرية ودشرة دشرة يعني كان يخصه غير يقول دار دار على قول القذافي فراهوا ولكن زيارة تيزي وزو فيها خوف فيها رعب فمن جهة كائن الحرك ومن جهة كائن الانفصاليين وهذا في اثنين يديرون لهم قلق وقلق شديد ولذلك تيزي وزو وما جاورها يعني مليئة بالعناصر اللي لابسين واللي مش لابسين أما لفورغون تعالجة درمية تعالمخابرات الأسيس لباسات سيارات الحكومة كل أنواع السيارة تعالنظام موجودة هناك كبار المسؤولين هناك المرجح أن غدا تبوني يكون هناك لكن أكيد أن الشنغريحة راح موجودة هناك والطرق مقطوعة خاصة طرق من تيزي وزو إلى من العاصمة إلى تيزي وزو العدوز اليوم كانت مقطوعة تماما والعناصر تعالداركم سكين كانوا نشرينهم الأخواني هناك اللي كتبوا لي قالوا لي كل عشرين مترة تلقى دركي اثنين مرات خمسة مرات ثلاثة والشمس شديدة وما يجبوا لهم لا ماك لا لا مرات يطلبوا الما من عند الناس وصلهم شوية ما هاك ذا إلى آخرين لكن مش حاجة كبيرة تحت الحرارة الشديدة بعض الجدارمية مساكن كودسولاي وتلقاه طاح تعذيب عبودية وكانهم هم وكان اللي جايين آلهة أرباب وليس بشر مثلهم يأكلون ويشربون ومستعملين هم في كل أماكن بالألاف لماذا الألاف؟ الجزائر فيها الآن توظيف غير الشرطة والدرك هذا هو التوظيف اللي موجود هذا اللي يصحلوا بالمناسبة وبالتالي أصبحوا يستخدمون كما مصر بكري كنا نضحكوا على مصر بوليسية والعسكر في مصر مليئة الناس الجزائر تحولت إلى ذلك فهاي تزيوزوا في حالة متاع والرايح رح للملعب الجديد اللي يسموه أيتحمد يعني ما وجدوش وش يسموه على أيتحمد إلا الملعب الجديد بدل ما يسموه الملعب هذا يسموه على إنسان في الفن في كورة القدم يعني أو في الرياضة لا يسموه عليها واحد من المجاهدين التسعة الأوائل اللي أعلنوا الثورة وكأنها إهانة له إهانة لأيتحمد طبعا هما ما يهانيوش رجل مات وذهب إلى ربه رحمه الله لكن وكان إهانة أنه بدل ما يسموه عليه جامعة بدل ما يسموه عليها شيء ذو قيمة يعني تاريخية ذو قيمة أكاديمية هو أكاديمي وتاريخي وناضل ومجاهد يسموه عليه ملعب والملاعب هذه تعرفوا أنت واشتحولت في الجزائر رايحين هناك إذن باش أهم شيء هو الملعب الجديد ومستشفى رحمي تكلموا على مستشفى مش بعيد كثير على هذا الملعب أيضا راح يحط الحجر الأساسي للمستشفى هذه الأراضي اللي رحمي يدروا فيها المستشفى في الحقيقة كثير منها أراضي منهوبة أراضي إما أراضي عامة ونهبوها جماعة الوالي ورئيس البلدية وعادوا باعوها للدولة أو أراضي نتع خواص ونحوها لهم بس المصلحة العامة لكن عمرهم لي خلصوا يعني كي الناس رمضي لهم أراضي هناك في تيزي وزو منذ عشر سنين خمسة عشر سنة عشر سنة ما زال ما خلصوا مش دولهم أراضي خاصة هذيك الأراضي بعضها صحي استخدمها وبعضها لم يستخدم للمصلحة عامة ولا للمصلحة خاصة لكن ما يخلصوهمش المهم تيزي وزو طبعا قاموا بعملية تنظيف غير مسبوقة للمدينة تنظيف للأماكن اللي مر عليها تبون خاصة نوتوروت مغلوقة من جهة السياشو ومن جهة السطاد الطريق هاي أمامي هنا صور للأسف ما قدش نوريها لكم باش من ما يبانوش المصادر متاعنا لكن هناك صور وهناك يساجات طويلة كلها تتحدث على هذا رهما زال عندي الملف انتع تيزي وزو خوتنا اللي راصلوني عليه واللي رهما زالوا يراصلوني إلى آخر يعني رح نرجع له بإذن الله في أقرب فرصة ممكن إذا أمكان الجمعة هذه أو السبت هذا إذا استطعت أو في الأيام القادمة إن شاء الله في حديث آخر باش ما نشتكمش كثير لأننا تأخرنا اليوم وصلتني أيضا هذه المعلومات السلام عليكم ورحمة الله بعد موضوعك الأخير عن الحرس الجمهوري الذي انتشر كالنار في الهشيم فإنه يبدو أن حديثك عن الضابطين الكبيرين الذي تم اعتقالهما قد كان له وقع إشابي فاللواء بن شادي تم إخلاء سبيل من مركز التحقيق مع عودة لمزاولة عمله أما العميد جمال عقود أو عقود فقد تم هو الآخر إطلاق صراحه مع وجوب الاستجابة للاستدعاءات المقبلة للمحكمة العسكرية هذا أخونا الضابط الكبير الذي يرسلني من حل آخر حقيقة كان أكثر من مصدر ومن هنا أحيي أحرار الضباط في الحرس الجمهوري الذي عندي تواصل مع بعضهم لسنوات طويلة دائماً مصادرهم دقيقة وموثوقة وصحيحة فطبعاً كما تعرفون كنت أنا قبل حوالي عشرة أيام أو اثنى عشر يوم ربما ومشوية أكثر من ذلك تحدثت على اعتقالهم لاثنين من كبار المسؤولين رقم ثلاثة اللي هو توفيق بن شادي رقم ثلاثة اللي هو أعتقد كان هو الاسبيكتور جنيرا لا أعتقد أو الاسبيكتور يسموه طالح الحرس مفتش الحرس يجي في الرتبة الثالثة بعد طهر عياد رقم اثنين وبعد بن علي بن علي رقم واحد وجهت له تهم وقبله كانوا اعتقلوا جمال عقود وجمال عقود في حين أن بن شادي كان يحقق معه وبكثير من الخشونة في مراكز المخابرات العسكرية جمال عقود كانوا حقه معاه وتعرض لما تعرض له ووضعه في البلعيدة انتظار المحاكمة يبدو أنه بعد ما افتحت الملف وتكلمت عليهم يبدو أن هناك من اتخذ القرار خاصة في هذه الظروف الحساسة جدا ظروف وين أنا عارفين أنه فيه انقسامات فيه خصومات فيه خصومات وفيه أيضا انزعاج من شنغريحة وتوجه لعادة عهدة ثانية لتبون وعموما يعرفون أن هناك خلافات هناك فيه أيضا خلافات ستظهر ربما نتكلم عليها في اليومين القادمين على قضية تعينات الجديدة في تعينات ستستغربون بعضها والإيطاحات الجديدة أيضا وترقيات الجديدة اللي راح تظهر في اليومين وما راح تظهر الأسبوع القادم لكن ربما نتكلم عليها في يومين القادمين ما زلت أنتظر في بعض التفاصيل إذن يتم إطلاق صراح هذين الضابطين الكبيرين واحد برتبة عميد والثاني برتبة لواء جميل جميل لأن المعلومات من عند إخواننا اللي رسلوني قالوا بأن هؤلاء يعني ما لبس بهم يعني ما همش سيئين جدا بالعكس ربما حتى فيهم بعض الخير وفيهم بعض الأمور بعض لما تكلمت عن الموضوع بعض الناس علق وقال لك ها 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 تشكرنا في الجنيرالات هذا لا نحن ما لدينا مشكل مع الجنيرالات يا إخوان لأنهم جنيرالات نحن عندنا معها الجنيرالات المفسدين الظالمين الذين يتدخلون في السياسة وفي الاقتصاد وفي البزنس لكن الجنيرال اللي يقوم بيدوره المهني ولا عدوة جزائر الشعب من عندها جنيرالات ربما في السنوات الأولى ربما أنا صحيح لو كان يعد لدي الأمر السنوات الأولى نحو رتبة جنيرال حتى تتشكل عقليات جديدة وناس جدد لكن حتى تتنحو ولا تبقى الرطبة الجزائر غادان يكون عندها الجنيرالات المشكلة ما هوش مع الجنيرالات نحن المشكلة ما هوش مع الشينغريح لأنه جنيرال وبعدين طلع رحوا فارق أول لا مش هذه المشكلة المشكلة لأنه هو الحاكم من الخلف وهو قتل تع تسعينات المشكلة مع جبار مهن علاش المشكلة معه مش لأنه جنيرال يقود مخابرة الخارجية لازم مخابرة الخارجية يقودها الجنيرال ممكن في الدولة المدنية يقودها إنسان مدني لكن حتى لو قادها إنسان عسكري ما هيش بهي الإشكال مخابرات الداخلية ممكن يقودها إنسان مدني لكن حتى لو قادها إنسان عسكري مش هو إشكال من بعد تولي قضية الكفاءات إذن المشكلة ما هوش مع الجنيرال لأنه جنيرال أو مع العميد أو العقيد أو لا مع الظالم الفاسد المفسد الذي يحكم من وراء الستار يحط لك واجهة مدنية وهو يحرك قلنا له لا هذا حكم عسكري من الخلف روحوا لثكناتكم قوموا بواجبكم في الثكنات حرصوا الحدود شكلوا العقيدة العسكرية للبلاد الجزائرية والدولة الجزائرية والجيش الجزائري تلهوا بالشؤون العسكرية لأنكم إذا تلهيتوا بشؤون سياسة تضيعوا شؤون العسكر وإذا تلهيتوا بشؤون سياسة ستتدخلون في التجارة وفي البزنس وهكذا الجيش يغرق في الفساد كبار جنرالات فاسدين ما يتلهوش بخصوصيات واهتمامات وانشغالات الضباط والجنود وصف الضباط راهم اليوم إخواننا وأبنائنا من الجنود وصف الضباط وحتى الضباط في كثير من الأماكن راهم كائن اللي راهم ضربات ولا نيمي كائن اللي را عنده سوء تغذية تشوفوا جهوبرك تعرف بلي عنده سوء تغذية غير تشوف شكله تعرف بلي راهم وصاب بسوء تغذية كثيرين منهم عايشين على سوند ويتشات كثيرين منهم عايشين بالسانك سانك البعض منهم ما يشوفش كان يشوف الحم في العيد الكبير دركة في العيد الكبير ولا ما يشوفوش مش في كل مكان لكن في أكثرية الأماكن خاصة كلما ابتعدت عن العاصمة لماذا؟ لأن مكاش محاسبة ومراقبة داخل الجيش فالضعيف يطحن كلما كانت رتبتك أقل كلما طحنت واستعبدت بعض الجنود وصف الضباط يتعاملوا معهم كعبيد بل حتى والله يبع في الضباط يعاملوهم يعني كين عقداء وجنيرالات يتعاملوا مع ضباط وصف الضباط وجنود كأنهم هما آلهة والأخرين عبيد كين بعض النساء اللي دخلوهم للجيش تعاملوا معهم كجواري هذا قلنا لا كي تكون كينة دولة مدنية تراقب ومش فقط ما كانش دولة مدنية تراقب ما يجري داخل الجيش وفيه فساد وفيه ظلم وفيه وهذه طبيعة الإنسان الإنسان يتعوج لو كما يلقاش شكون يراقبوا يحاسبوا اللهم إلا قلة قليلة عندهم الضمير الأخلاقي الديني اللي يتعامل في السر والعلم كيف كيف هذه قلة أما أغلبية الناس فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال أحد العظماء يوما ما السلطان هنا بالمعنى الواسع وش معنى يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن معنى الناس كين الناس اللي تخشى السلطان تخشى القانون تخشى السلطة وما تخشى الشي القرآن لأنه القرآن مش رح يدل ولا شيء نعم يوم القيامة بعضهم يؤمن بالله وربما ما يؤمنش بيوم القيامة وحتى كان يؤمن يقول لك ما عليش ينار الله الغفور الرحيم في واحدة من جهل لأنه صح الله الغفور الرحيم لكن الله أيضا شديد العقاب وذو عذاب أليم لازم تأخذهم فيه اثنين الله الغفور الرحيم عندما تقوم بما عليك ثم تنقصك بعض الأشياء أما أن تظلم الناس وتحقر الناس هذه مكاش الله يغفر كل الدنوب إلا أن يشرك به ويوم القيامة إذا كان عندك حسابات مع الناس رح حفرها مع الناس المهم نضع الجانب هذا لازم سلطان لازم قانون والقانون على المدني وعلى العسكري رأسها البلدية هذه علش ما يخافوش من السكان تاعة البلدية هو عارب ليس سكان البلدية اللي ينتخبوه مخابرات اللي ينتخبوه سكان البلدية ذوك زيادة برك الوالي علىها ما يخافش من سكان الولاية ويتقي فيهم الله ويقوم بالواجبات انتعوه أو على باله سكان الولاية ما عنده حتى دخل في تعيينه يعيين وزير الداخلية مع رئيس الدولة بملفات طاعة المخابرات هم اللي يقولوا له إيه يفوت ولا ما يفوتش قل لي من أتى بك إلى الحكم قل ليك من تكون ومن ستخدم إذا نحنا مشكلتنا موش مع الجنيرالات لأنهم جنيرالات وإنما لأنهم يتدخلون لنحاول انبسط الموضوع يتدخلون في الشؤون المدنية وهما الشؤون العسكرية ما فرهوهاش يجي الدخل في الشؤون المدنية وهو ما يعرفش هو ما قرأ ما شاف وحتى لو كان قرأ ما شافش ما جربش المجتمع المدني مجتمع متنوع عنده إشكلاته ومشاكله وقضاياه تختلف على الثكنة انتم الثكانات ما فرهوهاش تدخلوا في شؤون شؤون المجتمع إذن كي تدخل في شؤون المجتمع وتجيب لي تبون مزور جابوه العسكر مكاشر الشرعية هذي المشكلة هاي وين عندنا مشاكل معهم ولذلك لما خرج الحراك وكان ذلك الثورة الشعبية وذلك الحراك أنا اختلفت مع بعض أصدقائنا وحتى مع بعض قصر الضحايا وقصر المخطوفين لما قلت نعطهم حصانة لماذا قلت نعطهم حصانة هو عارف أنا وفي وش فيت في كروشهم مش تبن في كروشهم جرائم دماء لكوما تعطيهم حصانة يخافوا من المحاكمة وفي النهاية خافوا ومش فقط خافوا من أن يجي نظام شعبي يحاكمهم لا يريدون أن يطلقوا السلطة ما فيش قايد صالح اللي جاب لهم تبون في النهاية قاموا به وآطحوا به وقبروه وههم كل اللي كانوا مع قايد صالح ههم ههم في السجون كبار جنيرالات وثاني بعض المدنيين اليوم صدفة كنت نبحث على شيء في التليفون فأدخلت للواتساف وأنا نقلب لقيت واحد من اللي كانوا مشهورين بأنصار القايد صالح ورفعوا شعار البونديسية لا قل باديسية باديسية حشاها عبد الحميد بن باديس رجل عظيم حتى لما بعض الناس ليغلطوا فيه حتى لما بعض الناس ليم يفهموهش وحتى بعض الشيطان اللي لحقاته الباديسية والنوفمبر المهم هذا الشخص كان من كبار هؤلاء وكان أنا كنت نعرف باللي فيه شوية خير وفيه إلى آخره فلقيت وأنه مراصلني قبل سنوات في الـ 2019 ولقيت أني رديت عليه وفي ردي عليه من بين الحاجات مش عارف لأن أقرار لكم الرسالة ولا مكلا هي رسالة خاصة وراء في السجن الآن لكن خليه نشوف إلا نلقاهها للسريع نقرار لكم واحدة من الرسائل اللي قتلوا عليها فقط من بين الرسائل اللي قلوا فيها كتب لي وكتب لي بخطاب ديني إلى آخره قتلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بما أنك مسلم فانشر ما تشاء فأكيد أنا بحاجة لمزيد من الحسنات لأنهم كانوا يهجموني يعني إلى آخره قتلوا لهم هذا مش رح يزعجني لكن الغريف الأمر أن تصبح تابعا لسفيق قاتل كان يستحي الجزائريات المسلمات ويقتل الأبرياء باسم الحرب على الإرهاب هذا هو الخطيئ ألا تستحون أن تصبحوا أدناب لعملاء توفيق والدياراس وبعدين رد مش رح نذكر رده لأنه ستشرتوش رح نذكر فقط وش قلت له أنا سيخبرونك سيخيرونك قلت له سيخيرونك قلت له يوما ما سيخيرونك أن تكون بوقا للجناح المنتصر هذا الكلام رانا نتكلمه على لات 2019-2020 سيخيرونك أن تكون لأنه في رسائل متواصلة كانت يبدو أنه كانت في معها رسائل سيخيرونك أن تكون بوقا للجناح المنتصر أو يقدمونك أنت وآخرين ممن كانوا يحسبون على أبواق قايد صالح قربانا للاستئصاليين نصيحة لك أن تختفي وأنت ترى بعينك أن أقرب مقرب سالح قد سجنوا هذيك تتالوا في 2020 هذا رأى في السجن اليوم هذا رأى في السجن اليوم وبالرغم من أنه كان دخل مع مجموعات الذباب والشيطنة وتعرفوا كانت شيطنة رهيبة وما زالت ضدي وضد بعض الأحرار يعني شيطنة رهيبة ومستني بكل شي لم يتركوا شي لكن أنا قلتها وبالنسبة لي قلت أنا عرضي تبرعت به لله سبحانه وتعالى وأن معركتي هذه والله كان يهاجموني ذباب الصين والهند يعني كان يجوا أهل الصين والهند وكلهم يتحولوا إلى ذباب ويهاجموني والله ما تراجعت على الحق لو من في الأرض جميعا هاجمني وأنا أعرف أني أنا على حق والله ما تراجعت ولو طفل عمره عشر سنين راجعني في حق واكتشفت أنه على حق لا رجعت على رأي طفل على عشر سنين فهمت وقتل وساء يعني في النهاية المطاف قتلوا شوفوا شرام دائنين لجماعة القاية الصالح أنت كنت بوخ من أبواقه راح ينكملوا مع الأسكر ومبعد ينجيوكم هوا في السجن الآن وتعرض إلى تعذيب رهيب تعذيب شديد هو مجموعة من اللي كانوا معه وكل اللي كانوا أبواق تعلقاية الصالح يا إما غادروا بعضهم فر بعضهم هرب بعضهم فهمهم من البداية بعد موت قاية صالح بعضهم فهم باللي كان اغتيالا وفر وبعضهم بقي هناك وبدأ يتقرب من تبون ويتقرب إذا لم يعلن الولاء المطلق لشنغريحة ومن معه ما فيش لا تبون لهم يحزنون تبون والأشكال المدنية هذه واجهة نهار اللي ينزعجون منهم يجبهم يجبهم الأرض قاية صالح قعد عشرين سنة يقدس في بوتفليقة نهار اللي شاب للشعب مصر على الإطاحة ببوتفليقة أطاح هو ببوتفليقة وقالوا استقاله وسجن سجن خوه وهو محكوم على السعيد بوتفليقة بعشرات السنين وسيطر على أموالهم واللي كانوا معابدفليقة كلهم دخلهم للحبس أو جزء منهم اللي كانوا مواليين موالات كبيرة للسعيد حكم العسكر حكم الجنيرالات ما يعترفش بحكم المدنيين أكثر من ذلك حكم الجنيرالات حتى الجنيرالات يتصارعون فيما بينهم والجنح اللي يغلب يصبح هو الحاكم دليل جبار مهنة كان في السجن رأه رئيس المخابرات الخارجية وعزا وسيني كان هو قائد المخابرات الداخلية ومن أربابها من أرباب البلاد أيام القيد صالح رأه جندي ورأه في الحبس ويتعرض لي الضرب والبزاق حشكمها عزكم الله وهو في رتبة جندي باش نذكر اسمين فقط رأه من نجاحيتين جابان هذا ناصر جابان كان هارب رأه هو قائد المخابرات الداخلية والدعميد ولا استبعد أن يعطلوا اللواء في جويليا القادم واللي كانوا عمداء وجنيرالات في المخابرات وفي غير المخابرات رأوا في السجن وبعضهم حتى لم يكن محظوظ رأى في القبر الجنيرالات يتصارعون على السلطان المدنيين أيضا يتصارعون على السلطان الفرق باش نعاود نختموها بالصهاينة شوف الصهاينة شوف شوف قائد وشها وقع عندهم شوف قائد القلق اللي راه ديرين هون نتنياهو لكن لحد الآن ما دام جاب الانتخابات وكين انتخابات رأهم يقولوا لازم فقط نديروا انتخابات عاجلة هذا ما كان لم يحدث انقلاب عسكري بالرغم من أن فيه دعوة أن يكون هناك انقلاب عسكري يعني الجنرالات تاع إسرائيل اللي رأهم يخوضوا حروب ويقتلون مش قادرين ينحل في نتنياهو من وذنه ينحل في نتنياهو من وذنه ويعلنوا بالليه خلاص لازم يوقفوا الحرب ورأبدا إسرائيل لها كارث مش قادرين لماذا عندهم نظام مدني نظام مدني هذا مش نظام منزه منزل من السماء ملايكة يحكمون فيه لا بشر فيهم أخطاء وفيهم لكن يبقى أنه قابل للجدال قابل للنقاش قابل للإستبدال نظام العسكري لا يوجد عنده الدبابة وعنده الرشاشة وعنده الطيارة وعنده تتحرك يعطيك لكن تل مدني فقط لا حتى أصحابهم شنغريحة اللي سجنهم اللي راهم الآن في السجون كانوا قيادا تعو قابل ما يولي هو قرأ رئيس القوات البرية بداية من 2018 وبيطالب من بنويرا كان نلقاية صلحة لنش دخلوا للحبس قالوا لا نجيبوه نحطه قدامنا هنا ونعسوه الجنيرالات الآخرين كانوا كلهم قوى منه أفضل منه سعد باي إبراهيم شانتوف اللي را حارب في إسبانيا هذا التعو رقلا اللي راهم دوه أيضا رماوه في أطراف الدنيا أغلبية الجنيرالات اللي را سجنهم الآن كانوا قيادا قدر عليهم القرحوا في المنصب أقام بيهم ولذلك حكم العسكر ما يصلحش على انقلاب على انقلاب هذا يدخلوا هذا وهذا يسجنوا هذا والبلاد را يتغرق والناس را يتعاني والما را يتقطع والكهرباء را يتقطع والميزيري را يتاكو في العباد والشباب را يهرب والحرقة دايرة حالة علام مكتوب علينا ان يكون عندنا أرباب من البشر حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة